قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة نقلت لإيران أنها لم تشارك في الضربة الجوية التي استهدفت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في دمشق ولا بيكن لها دور في ذلك وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إلى أن واشنطن حذرت طهران من استخدام هذا الهجوم كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو لمهاجمة المنشآت أو الأفراد الأمريكيين على حد تعبيرها مشددة أن بلادها لا تريد تساع رقعة الصراع في المنطقة من الواضح أننا لا نريد أن ينتشر هذا الصراع لقد كنا واضحين جدا بشأن ذلك وكنا واضحين جدا في أننا كما تعلمون بالنسبة لإيران لسنا ضالعين أو متورطين في ضربة دمشق لقد أبلغنا إيران بأن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في هذه الضربة وحذرنا إيران من استخدام هذا الهجوم كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو مهاجمة المنشآت أو الأفراد الأمريكيين سأكون حريصة جدا على عدم التحدث أبعد من هذا أو توضيح المزيد لكننا كنا واضحين